كم كان عدد الجلسات التي خضع لها المتهمون وهل كانت هذه الجلسات بحضور مراقبين دوليين أيضا منظمات وهيئات دولية حضروا هذه الجلسات نظرت هذه القضية قضية المدعى عليهم في المحكمة الجزائية بالرياض وفي تسع جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة وتم سماح للحضور للمهتمين في هذا الشأن كما تم حضور أبناء المجن عليه ومحاميهم وكذلك ممثل سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن كما حضر ممثل عن دولة تركيا وكذلك حضرت حقوق الإنسان السعودية ووسائل الإعلام المحلية